موسيقى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جئتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد مخلد ابن الحسين نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته يكنى أبا محمد كان من أهل البصرة كان مخلد بن الحسين يقول ما تكلمت بكلمتين أريد أن أعتذر منها منذ خمسين سنة إذا سمحت تذكر حالك أنت هيك مثلا خلال أيام مضت أسابيع مضت أشهر مضت سنوات مضت في مرة أنت قلت كلمة بارح مثلا كلمة والحقيقة تريد أن تعتذر منها أنه ياريتك ما قلتها فيه شي مرة خاطبت والدك بكلمة الآن تقول ما هيك أنا حكيت يا ريتني ما قلت أريد أن أعتذر منها فيه شي مرة خاطبت والدتك سبق شي مبارح أنه حكيت مع سائق التاكسي كريمة مع سائق السرفيس كريمة تريد أن تعتذر منها تقول يا ريتني أنا ما حكيت هذه الكلمة يا أخي أعمل هيك شو أعمل أنا ليش أتكلم بكلمة غير مناسبة سبق شي بالأسبوع الماضي خاطبت ترفيئة كلمة الآن تقول يا ريتني ما قلتها الكلمة سبق حكيت شريكك بكلمة الآن أنت تقول يا ريتني ما حكيتها الكلمة لماذا يعتذر الإنسان من كلمة قالها أيها الإخوة لأن هذه الكلمة تكون غير صواب طيب لماذا قالها وهي غير صواب الأول إنسان إذا بيعرف شغله مو صواب ما بيسأوية هذه سمة العقلاء بس لماذا قالها يومها مدام هي غير صواب الظاهر بأنه لم يفكر فيها عندما قالها غلبه طيشه حيناً غلبه غضبه حيناً غلبته شهوته حيناً أو غلبته السرعة والتسرع حيناً دقل له رفيقه تليفون سأله مسألة فوراً أجاب بس سكر قال يا ريتني ما قلت له ليش قلت له الظاهر أنه لم يفكر نحن الآن عم نقرأ في سير الأولياء الأولياء يا أخوان صحيح لهم حالة روحية عالية مع الله عز وجل بس كمان لهم حالة عقلية مع الله عز وجل في حياتهم صحيح أنهم يعني لهم كشوف مرات روحية نحن لا نراها بس كمانهم مادتهم العقلية قوية جداً ولعل الواحد لا يصل إلى رتبتهم في العقل على عكس ما يصور في المسلسلات وفي الأفلام بأن الإنسان المجذوب الأجدب الساذج البسيط اللي بنضحك عليه هو هذا هو الإنسان الصالح 110 مرات في القرآن الكريم تكلم القرآن الكريم عن الحكمة والحكمة هي كمان العقل 91 مرة جاءت اسماً من أسماء الله تعالى الحكيم 19 مرة جاءت في صفات القرآن الكريم أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم أو في الثناء على الحكمة قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم الحكيم يعني كمال العقل الكلمة المناسبة في المكان المناسب قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة يعني العقل الكامل فقد أوتي خيراً كثيراً وجعل الله تعالى مهمة تعليم الحكمة جزءاً من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى يعلمهم الكتابة والحكمة قال المفسرون الحكمة هي السنة لكن في آيات تقول لا ليست السنة لأن الله عز وجل وصف الأنبياء وقال وكلاً آتينا حكماً وعلماً ولكن الأنبياء لم يكونوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد الحكمة يعني أنه الصواب في القول والفعل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها صواب في القول والفعل مر بنا أيها الإخوة لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب غزوة الخندق تعلمون اجتمعت قريش جمعت له قبائل العرب كلهم جاءوا لضرب المدينة المنورة والنبي لما خبر أن القريش جابت كل العرب شو بده يعمل لا يستطيع لا طاقة له بمواجهتهم تدارس مع أصحابه وهذا من الحكمة فاقترح سيدنا سلمان الفارسي قال يا رسول الله إنا كنا في بلادنا في بلاد فارس إذا حصرنا خندقنا علينا لما بيجي نتحاصر من قبل أعداءنا نعمل خندق فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبته الفكرة والصحابة أيدوها وزع النبي صلى الله عليه وسلم المهام على الصحابة كل واحد كم متر بده يحفر والنبي صلى الله عليه وسلم حفر معهم وفعلا حفر هالخندق حول المدينة المنورة واجت قريش رأت خدعة لا عهدة لهم فيها يعني هنا بيعرفوا الأسوار يعرفوا جدران القلاع خيب اليهود كانوا عاملين حول أقوام قلاع بس إنه سد تحت الأرض ما بتعرفها العرب وهي الحرب خدعة يعني بوهيتات قريش شو بدهم يعملوا عسكروا أفاه الخندق بدهم يدارسوا يفكروا والله أرسل الرياح إليهم والبرد وطارت يعني آنيتهم وطارت الخيام تبعهم المهم في رجل كان مع المشركين اسمه نعيم ابن مسعود هذا أسلم لما كانت قريش والعرب محاصرين النبي صلى الله عليه وسلم النبي هون في المدينة وقريش محاصرته من برة مع العرب في رجل من قريش أسلم اسمه نعيم ابن مسعود جاء لعند محمد تسلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله وقال يا رسول الله أنا معكم فمرني بما شئت هلأ أنا بدي إياك تحط حالك مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهيك الموقف أنت والمسلمون محاصرون وقريش والعرب واقفين هيك على الأطراف وانت ساويت خندق ما لك عرفان شو بدي يصير هلأ بيهجموا ما بيهجموا بيلاقوا منافز ما بيلاقوا منافز إلا إذا ما بيصير هيك النبي يكون وما بيصير الولي يكون كمان هيك بسيطي ينضحك عليه واحد بيجي بيقول له هات لشغلك معي مصاري فيه إلنا شغلك بيربح المليون خمسة مليون قام راح أطاه كل تحويش يتعمروا مليونين ليرة راح أطاه ياهم هذاك حمل حاله ومشي راحوا المليونين كيف هيك أنت كيف أعطيته المليونين قال إيه والله قال لي شغلة منيحة وكذا حكالي وين المكان وشو الأسماء وشو يا رجل أنت مجربوا مختبروا في حدا أثناء عليه بالعمل قال لا بس يعني باينتوا آدمي ليه كل طوش عليك المليونين هلأ العجيب بعد ثلاث سنين إجل عنده قال له مشان الله ما تأخذني مشان النبي ما تأخذني إنك والله بدك مني مليونين ليرة هلأ بس لأنه صار فيه تضخم بدي أعطيك ياهم عشرة بس معك خمسة أجيب لك ياهم خمسين قام راح أعطاه خمسة كيف أعطيته خمسة ما نصب عليك من ثلاث سنين مليونين ليرة قال إيه وحيرجعون عشرة ومع الخمسة كمان هدون بيرجعون عشرة تقصار عشرة كمان أخذ الخمسة ورأحوا غطوا ثلاث سنين رد إجاب معك سبعة هذه القصة أنا أقول لكم ياها جاءني لأنه هذا الرجل الذي يدين مليونين والخمسة قال لي أستاذ عيره السبعة الثانية يا أخوان معقول شاب مسلم ملتزم بالجوامع يسلك درب الأولياء بدك تصير ولي وهيك يضحك عليك لا تكون بسيط لا تكون سازج شاب واحد قدام باب الجامع أنه حاطيت يعني ماسك عصائي عكازي قال والله خطيئ وقال له أنه ليك هي الراشيتة وليك هي الراشيتة الدوود صيدراني كاتب أسعار الأدوية يعني فوقه أنه خمسة وعشرين الفرق سوري ومريض وكذا راح حاطها خمسة وعشرين هلا أنت ما انتبهت أنه الراشيتة ملزقة تلزيق فوقه فورميكا هيك يلاصق هذا اللي يتبع تمتين الأوراق يعني هي راشيتة ولكن ملزقة عليها أوراق فورميكا شفاف شو يعني يعني في حدا بيأخذ راشيتة من عند الدكتور وبيحط عليها لزيق فورميكا هذا شو لزيق شفاف لاصق مدعين هذا معنات عاملة شغلته يا رجل رايح من إرنى إلى إرنى بده ما تنهرر راشيتة يعني كمان كن فطينا انت ما تكون إنسان مسلم ما بيكون إنسان بسيط سيدنا عمر قال لست بالخب أنا ما بيخدع حدا بس الخب لا يخدعني يعني بيقدر حدا كمان يخدعني ما بيصير الشب أو الأخ أو الأخت كمان بالمسجد يحضر بالمساجد بسيطة هيك ما في غير بينضحك عليها قال إيه لوجه الله تعالى مش مين قال لك الله بيحب يعني ينضحك عليك مين قال لك الله بيحب إنه ينضحك عليك مين قال لك قال خلاص الله بيعتبرها صدقة إذا لطشون؟ مين قال لك يعتبر الله صدقة؟ ما في دليل إذا واحد لطشك اثنين مليون ليرة أنه الله بيكتب لك ياهم صدقة إذا حدا لقى دليل يعني بيكتبهم الله صدقة يبعت النام المهم نعيم ابن مسعود بيجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم هو مشركة ومعروف بأنه مع المشركين بس تسلى لهيك وقال له يا رسول الله أنا أسلمت شو بتعملي؟ وقال له مرني بما شئت هلأ هو النبي صلى الله عليه وسلم الخيارات العقلية أحد أمرين يعني يا بيقول له قبلناك يا بيقول له رددناك ما بنيك روح ورجع لعن جماعتك إذا قال له رددناك مشكلة لأنه ما بيجوز بالإسلام يعني واحد يسلم وأنت لا تقبله لا تقبل إسلامه طيب وإذا قال له قبلناك شو يعني قبلناك يعني صار بنا المسلمين شو معناك من المسلمين يعني يفوت يعود هلأ مع المسلمين هون طيب بركي كان مو صحيح هذي اللي جاي به الساعة ساعة حرب هاي بركي كان نعيم ابن مسعود عم يعمل خدعة قريش عم تعمل خدعة بعتت واحد عند النبي إنه انت قل له أسلمنا وبتروح لعنده بعدين تفتحنا ممر وشان نفوت لعنده يحتمل فيه احتمال عقلي هيك الآن إذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم مخلا عنده في خطورة بركي كان مو مؤمن يتظاهر بالإيمان بيكشف بيكشف يعني ثغرة فتؤتى المسلمون منها وإذا بيرده بيصير مشكلة شوفوا ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نعيم إنما أنت رجل واحد فارجع إلى قومك وخذل عننا ما استطعت قال له احنا قبلناك أنت صرت مسلم صرت معنا قال له أنت واحد ما لك ما بتقدر الشغل بسير بس رجع لعنده وخذل عننا ما استطعت يعني احكي إشاعات بيناتهم حتى ينصرفوا عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بذكائه قبيله ولم يدخله في جموع المسلمين لأنه ادخاله في جموع المسلمين في مخاطرة المسلم ما له بسيط يعني ينضحك عليه بلك كان يتخدع هو نعيم بن مسعود صحابي جليل وبالفعل هو كان واحد من أسباب النصر في الأحزاب لأنه رجع وأوقع بين اليهود لأنه اليهود كانوا اتفقوا مع قريش أوقع بين اليهود وقريش وقيعتان وانصرفوا عن المدينة المنورة المراد أيها الإخوة أن المسلم يفكر أنا كنت في رمضان الماضي دنيا رمضان جو روحاني بس أنا ساويت سلسلة دروس 30 درس اسمها التفكير والسليم والله إذا سمحت وراجعوه موجودين مسجلين هنا لدروس درسيك ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة تفكير التفكير السليم في ملاحظة يا إخوان بأنه التفكير متعب من أجل هي كثير من الناس ما بتفكير لأنه ما بدأ تتعب التفكير مجهد وأهل الشام بيقولوا الفهيم تعبان اللي بيفكر كثير هيك وبيحسبها كثير بيتعب كثير بس الإسلام يريدك أن تفكير وما بيرضى الإسلام أنك أنت تكون يعني يا سائرة بقدرة مولاك يسيري فعين الله يترعاك ما بيرضى الإسلام أنفق ما في الجيب يا أخي أتيك ما في الغيب ما بيرضى الإسلام أخي خلص اجدبه وتوكل ما بيرضى الإسلام الإسلام بيطلب منك أي كلمة بتحكية زينة أي فعلة بتحكية زينة أي حركة تتحرك زينة فشو بيقول مخلد ابن الحسين نحن عم نقرأ عن الأولياء ما عم يحكي هو بموضوع صلاة قيام الليل وقراءة القرآن وأذكار عم يحكي عم يقول ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها خمسين سنة ما شاء الله يعني صلوا خمسين سنة أي كلمة بيحكيها بيقلبها وبزينها وبيراجعها منيحة بيحكيها ما منيحة ما بيحكيها ذلك ما بيحتاج يعتذر أنتو بتعرفوا أنه سيدنا معاوية داهية من دواهي العرب زكي 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 جدا خير الله وسيدنا عمر بن العاص داهية من دواهي العرب كمان ذكي خير الله مرة اجتمع سيدنا عمر وسيدنا معاوية فبيقول له معاوية لعمر قال يا عمر ما بلغ من دهائك يعرفوا بعضون عن الأزكياء قال يا عمر ما بلغ من دهائك قال ما دخلت في أمرين وأردت الخروج منه إلا خرجت ما دخلت في أمرين وأردت الخروج منه إلا خرجت يعني أنا أي شغلة بدي أدخل فيها بدخل وبيدي أطلع منها بطلع عندي ذكاء يعني النوط قال معاوية أما أنا فما دخلت في أمر وأردت الخروج منه شايف فبالتالي هو قبل ما يدخل بأي شغلة بيدرسها دراسة كبيرة جدا بحيث ما بيطلع منه ما بيطلع منه فكمان مخلد ابن الحسين ما بيحكي كلمة وبدو يطلع منه خلص الكلمة اللي بيحكيها بدو يحكيها وتبقى يعني يريدوا أن يحكيها فخلينا نتعلم يا أخوان كل آهاتنا أنه أنت تفكر بكلامك وتفكر بفعالك وتفكر بتصرفاتك قبل أن تتخذ هذا التصرف هلأ اسمعتوا الخطبة مثلا للأطلاق الأولاني يا أخي إذا بدك ترجع زوجتك ليش طلقتها أنتوا تعرفوا كثير من المطلقين أكثر من 90% من المطلقين يطلق اليوم بعد ثلاثة ربعة أيام يريدوا أن يرجعها أنتوا تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق مرأة تزوجها في ليلة العرس هذه اسمها ابنة الجون أو الجونية إذا بدك تصير قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بدك تكون زكي أما عفوا إذا واحد مزكي كيف بدك يصير قريب من النبي صلى الله عليه وسلم شو قصة هي الجونية دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عمل وليمة دخل إلى زوجته فجاء ليضع يده على رأسها فقالت له أعوذ بالله منك يا لطيف واحدة عروس بدلت عرسة جوزة اللي أقرب منها يحط إيدوك على رأسها قلت له أعوذ بالله منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما تقولين هذا قالت لست تحب ما بتحب هيك أنت قال أنا أحب من أخبرك قالت عائشة أنك أنت قالت لي إذا أقرب منك بيحب قلت له أعوذ بالله منك حملتها باردة صخنة أعوذ بالله منك قال لقد عثت بمعاذ الحقي بأهلك فأنت طالق وفورا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته وقال يا زبير اكسها رازقيتين كان المهر تبعه يعني ثوبين فخمين هدون رازقيتين اللي أعطي المهر تبعه القصة يا أخوان عجيبة يعني لو واحد بيقول يا أخي مو حرام هيك انكسر خاطرها المخلوء هيك بليلة العرس يعني انه فورا تبطلق بعدين يعني ماشي الحال بلا ما يصير طلاق يعني من صلح الأمور هلا تخيلوا قمرة قيادة للطائرة طائرة وقمرة قيادة وقاعد الكابتين ومعاونه بعيد من هون بعيد من هون فيه راكب طالع ومعه ابنه مريض عقلي عنده ابن صغير هيك مريض عقلي قام اجي هذا الراكب عند قمرة القيادة دأها الباب فتحوله الباب القمرة قال له شو نعم قال له والله ابني خطية هيك يعني هو مريض عقلي الله يوفقك بس هيك خليه يعد له خمس دقايق عنكم هون بقمرة القيادة بيسمح له كابتين الطائرة مستحيب واذا قال خطية ما عليه شي حرام يعني مريض الولد خليه يعد هو يكفي حركة واحدة بس لهذا الولد إذا دخل ما هو مريض عقلي يعني بحركة واحدة بتروح الطيارة بقمرة القيادة ما بيحتمل الأمر انه أنا حرام وخطية وبسير وما عليه شي مشان دأني بتروح الطيارة بما فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيته قمرة قيادة فلما رأى من هذه المرأة بأنها ساذجة جدا يعني خير إن شاء الله أول شيء واحدة واحد ما بيسأل أعداءه يعني الضرائر أعداء بعدين السأل عداءه المتوقع يعمل بالعكس هبي انتي سألت يا عائشة وراح تقاتلك هيك انتي بتحملية باردة صخنة بتقولية طيب فكري معنى الكلمة شاهد يا أخوان اللي بده يكون يا أخوات اللي بده يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بده يكون زكي شان تعرفوا إنه التفكير عبادة بالمناسبة ها التفكير عبادة ما الله عز وجل وصف أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بعدين شو ويتفكرون بشغلوا مخوان يعني بيفكروا بيفكروا يتفكرون هدوان قولوا الألباب بيتفكروا بيذكروا بيفكر وذكر وفكر أما ذكر وجدلة مشكلة وكمان فكر بدون صلة بالله عز وجل كمان مشكلة بيصير بيساوي لنا صاروخ نووي بيساوي لنا قنابل إنشطارية ونووية وزرية وبيخرب لنا الكرة الأرضية من أفد فكر بس بدون صلة بالله عز وجل أما صلة بالله مع فكر تنتج إنتاجا خيرا فمخلد بن الحسين يقول ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ خمسين سنة وقال محمد بن بشير ذكر عند مخلد بن الحسين أخلاق من أخلاق الصالحين فقال لا تعريضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاكل مقعد لا تعريضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاكل مقعد الصالحون والأولياء هنين بيكونوا من الأولياء وصالحون بس لا يرون لأنفسهم أبدا أبدا مكانا بين الصالحين يقول هو يذكر عنده أخلاق الصالحين قال إذا ذكرت أخلاق الصالحين أوه كنت جيبوا سيرتي أنا مو مثل لا تعريضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد هنين أصحاء أما أنا مكرسح مقعد وليس المقعد كالصحيح الله يرضى عنهم يعملون أعمال صالحات كبيرة وبشوف حالهم أنه هنين من أصرين مين النبي في القرآن الكريم الذي قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين أم نبي نبي مين سيدنا يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين ليش أنت يا سيدنا يوسف مو من الصالحين لك بيقول ألحق أنا مو من الصالحين يا رب سيكحطني وراهم ما أنت إمام الصالحين وسيد الصالحين وقدوة الصالحين بس هو يرى نفسه أنه يعني ملحق يتمنى على الله أن يلحقه بالصالحين وقال مخلد بن الحسين ما ندب الله تعالى العبادة إلى شيء إلا عرض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر إما غلو فيه وإما تقصير عنه ما ندب الله تعالى العبادة إلى شيء إلا عرض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر إما غلو فيه يعني الله أمر بالصلاة يأتي بلس بي وسويس، واحد من وساوسو يجعلك إما تقصير بالصلاة، إما غلو وإما تقصير يأتي تقصير بالصلاة، يأتي واحد مسلم يقول لأخي، مدين ليس كله صلاة، الشغلة ليس بالصلاة، الشغلة ليس بالسجود، الجنة ليس بالصلاة إما تقصيرهم فيه، أو غلو، كمان واحد يظلوا يصلي، يروح يا أخي صليت الفرد، قوم عندك شغل، نزيل على شغل، أنت موظف يا رجل، طلعت من الوظيفة، تصلي الفرد خلاص، رجاء، صار يصلي السنة، يصلي أوابين، يصلي ضحى، يصلي قضاء ما فات، بس هذا حرام قال أسند مخلد عن هشام بن حسان وتوفي سنة إحدى وتسعين مئة ومئة، مئة واحد وتسعين والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أرجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر